العالم يقترب من مواجهة أزمة طاقة روسيا تعد واحدة من أكبر مصدر الغاز والنفط في العالم وبسبب الحرب في أوكرانيا تخضع مواردها المالية لعقوبات قاسية هذه المعاناة دفعت موسكو لأن تهدد بأن الخطوات التي تنوي اتخاذها ردا على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جدا وأكدت أنه لم تتخذ بعد إجراءاتها بكامل قواتها وبرأت موسكو نفسها من أي مسؤولية عن المعاناة التي تثقل كاهل الأوروبيين في حال واجه برد الشتاء من دون تدفئة وحر الصيف من دون مكيفات الهواء بحسب الخارجية الروسية وفي أزمة التوربينات أكدت مجموعة غاز بروم الروسية أنه لا يمكنها ضمان حسن سير عمل أمبوب غاز نوردستريم الذي يربط روسيا بأوروبا قائلة إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربينا ألمانيا كان يجرى إصلاحه في كندا وقالت المجموعة إنها لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمينز بأن تخرج من كندا محرك توربين غاز كانت أتاوى قد أعلنت أنها تريد إعادته إلى برلين الخارجية الروسية تبدي مرونة وتعرض حلولا وأشارت إلى أن بإمكانها تمديد نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب الأوروبي وظل نظام النقل عبر أوكرانيا قائما وكشفت أن موسكو تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي وذكرت بأن العبور أو ما يسمى بطرنزيت الغاز في الوقت الحالي مقيد من قبل السلطات الأوكرانية التي رفضت نقل الغاز الروسي مراقبون يرون بأن ثمت إمكانية لتجنب السيناريو الأسوأ من خلال التواصل بين الحكومات التي تفرض العقوبات حيث إن الدول الأعضاء بحلف النيتو تتلقى نصف واردات الطاقة من روسيا وأصبح المشترون يحذرون من النفط الروسي بسبب العقوبات والمخوف الأكبر هي أن أسعار النفط الخام ربما تزيد على 180 دولارا بحلول نهاية العام إذا استمر النفط الروسي معطلا